مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية اهتمت دارة الملك عبد العزيز بترميم المصادر التاريخية والمحافظة عليها بدأت الدارة في عام 1392 للهجرة 1972 للميلاد بأولى خطوات الترميم ثم أصبح قسم الترميم مركزا مستقلا عام 1425 للهجرة 2005 للميلاد تأسس المركز على ثلاثة محاور في أعماله الفنية وهي الفرز والترميم والتعقيم والتجليد يفتح المركز أبوابه لكل من يرغب في المحافظة على المصادر التاريخية سواء في المكتبات العامة أو الخاصة أو الأفراد عبر خدماته الشاملة الخدمة تشمل الوثائق والمخطوطات وتبدأ بالتنظيف والتعقيم وتتضمن الخدمة المعالجة والترميم لحفظ ما هو متاح في الوثيقة أو المخطوطة ويعد الحفظ الاحتياطي بواسطة المصغرات الفلمية والوسائد الرقمية مرحلة مهمة للمستقبل ويوسع المركز دائرة المستفيدين من خدماته بإرساله الأجهزة الحديثة وسيارات المعالجة والتعقيم عند تعذر وصول المصادر إليه تعزيزاً لجهود الحفاظ على الإرث الوطني المهم ومن خدمات المركز تدريب الكوادر البشرية في الجهات الحكومية والخاصة على حد سوى على أساليب الترميم والحفظ كما يقدم المركز الاستشارات الفنية لطالبيها داخل المملكة وخارجها مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية مسؤوليته الأولى نقل التاريخي للمستقبل ساهم معنا في حفظ المواد التاريخية والعناية بها تواصل معنا الرقم المجاني 800-124-3535 الموقع www.termim.org.sa الفاكس 011-4013-597 الإيميل termim.dara.org.sa تويتر الدارا فاونديشن